تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ القاهرة خالد عبد العال عددا من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة لمتابعة أليات عمل منظومة المخلفات الصلبة الجديدة كما تبع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جهود توعية المواطنين وأصحاب المحل والشركات بحي المطرية وبقي أحياء المنطقة الشرقية حول المنظومة الجديدة والحفاظ على نظافة الشوارع وجهود فرق التوعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والشباب بمراكز الشباب والطلاب بالمدارس لضمان نجاح المنظومة